كثير مننا بتقف معا لحظات بيحترف الحكم الشارعي للأعمال سواء في الصلاة أو الصيام أو الحاجة أو الزكاة أو غيرها من الأعمال معانا بسلسلة كابسولة فقهية تعالوا نتعلم عن أكتر الأسئلة اللي بتحيرنا بسهولة واختصار ولأن بدايتنا في رمضان فأغلب الكابسولات حتكون عن الصيام وأحكام أول أسئلة معانا واللي بتتسأل كتير مين لوحة الفطر في رمضان؟ مين أصحاب الرخصة للفطر في رمضان؟ وإيه هي طريقة الأطعام للقضاء؟ الأشخاص اللي حددهم المولى سبحانه وتعالى المباح لهم الفطر في رمضان أقسام أول حاجة المريض الذي يؤذيها الصيام تاني حاجة المسافر ودليلهم قوله تعالى فمن شاهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر التالت المرأة صاحبة العزر الشرعي والدليل عن عائشة قالت كانت إحدانة تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة الرابع الحامل والمرضع والدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن المسافر نصف الصلاة ونصف الصوم وعن الحبلة والمرضع وعليهم القضاء الخامس العاجز عن الصيام وده قال فيه ابن عباس في شرح الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعون الصوم فيطعمه عن كل يوم مسكينا طيب إزاي أطعم؟ ليه طريقتين؟ الطريقة الأولى إن أنا أجهز الطعام وأدعو له المسكين الطريقة الثانية إن أفرق الطعام على المساكين سواء كان مطبوخ أو غير مطبوخ لكن المهم إن حتى تحتسب لي أطعم الطعام عن يوم فطر لازم يوصل للمسكين أكل مش فلوس وإذا ما تقدرش توصل لأكل بنفسك ممكن تدفع الفلوس لأي مكان متخصص أو شخص سيقة تعرفه وتعرفه المبلغ ده طعمة على عدد أيام كذا من رمضان ولازم تأكد على عدد الأيام لأنه مقابل كل يوم إطعم مسكين طيب أنا فطرت خمس أيام في رمضان يكفي إن أنا أطعم أسرة من خمس أفراد وتحسب لي الخمس أيام يكفي إنك تطعم أسرة من خمس أفراد ويحسب ليك الخمس أيام عن كل فرد في الأسرة يوم وبكده نكون عرفنا باختصار حكم من له الرخصة في إفتار رمضان وإزاي نطعم مسكين تابعونا